أكثر من مليار طن من الغذاء يرميها العالم في القمامة سنوياً وهو ما يعادل نحو ثلث إنتاج الغذاء العالمي وبما يكفي لإطعام نحو ملياري شخص هذا رقم عكس قلقاً عالمياً من عمليات إهدار الغذاء بحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفاوة كمية الغذاء المنتج لاستهلاك البشري التي تأول إلى الخسارة على المستوى العالمي أعلن رسمياً بنحو مليار وثلاثمائة مليون طن سنوياً منظمة الفاو أرجعت ذلك إلى التلف قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية أو أن تبلغ مرحلة التجزئة ويهدر الغذاء ما لم يستهلك إذ يفسد أو يلقى به كنفاية من قبل تجار التجزئة أو المستهلكين وبحث وزراء زراعة مجموعة العشرين في الاجتماع الذي عقدوه في مدينة اسطنبول التركية تلبية احتياجات الأمن الغذائي والتغذية لسكان العالم الذين يتوقع أن يبلغ تسعة مليارات نسمة بحلول العام الفين وخمسين وفي البيان الذي اعتمده الاجتماع عشر وزراء زراعة مجموعة العشرين بقلق بالغ إلى المدى الخطير للخسائر الغذائية وإهدار الغذاء في جميع مراحل القيمة الغذائية ووصفوا ذلك بأنه مشكلة عالمية ذات دلالات اقتصادية وبيئية واجتماعية هائلة وزراء الزراعة اتفقوا على أن الأمر يتطلب نظم إنتاج غذائية مستدامة ومتجاوبة عبر مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع وتجارة التجزئة والاستهلاك مؤكدين أن هذه النظم من شأنها أن توسع نطاق الإمدادات الغذائية وتخلق فرصا لائقة للعمال في المناطق الريفية وبخاصة في صفوف صغار المزارعين الأسريين والنساء والشباب هذه النظم ستساعد في معالجة تغير المناخ على اعتبار أن تحسين خصوبة التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء واستعادة الأراضي المتدهورة هي عناصر أساسية لتحسين الإنتاج الزراعية بغية تحقيق الأمن الغذائي في ظل المناخ المتغير ويعاني نحو 800 مليون شخص في العالم من الجوع وسوء التغذية الواسعة الانتشار بينما يوجد نحو ملياري شخص مصابون بقصور المغذيات الدقيقة في حين تتفاق مظاهرة البدانة والسمنة باستمرار خصوصا لدى بلدان الدخل المتوسط ترجمة نانسي قنقر